إلى أسبوع العلاقات الكويتية البريطانية لندن كانت وما زالت من أهم وجهات السفر المفضلة للكويتيين كونها مدينة فريدة ومميزة بمعالمها السياحية والأهم أنها تتميز بسوق جبار شوفي نوفمع إن كل شيء صار موجود بالتليفون وتقدرين تطلبين كل شيء من خلال الإنترنت لكن لندن مدينة الضباب فعلاً يعني سوقها يتميز عن الباجي والواحد يحس بمتعة وهو قاعد يتسوق في المحلات في لندن وطبعاً الكويتين بالذات يعشقون الأشياء البريطانية وعارفين وحافظين كل الشبر بشوارع أسواقها ومجمعاتها بعد وتقريرنا الياي راح نتعرف ونشوف شقة في التسوق في لندن ورح نصلت الطوع على هالموضوع خلونا نشوفه مع بعض اشتركوا في القناة في عطلة الصيف الكثير من العواصم والبلدان المشهورة بالسياحة تعرضت لها الزاد سياحية وفقدت بعض من برقها لكن لندن حافظت على تفردها في استقبال السياح لندن دايماً متفردة سياحة وسوق الكويتين على وجه الخصوص والخليجيين بشكل عام نقدر نقول انه نصر حلتهم حق لندن سوق وتسوق صراحة ما ينلامون منو يقدر يقاوم التسوق بشارع أكسفورد؟ هذا الشارع بروحة حالة خاصة واستثنائية شارع جاذب ما يقدر السائح انه يشلع نفسه منه أصلاً اللي تمشى بأكسفورد مو منطقي انه ما يشتري شيء وطبعاً مو بس أكسفورد شوارع تسوق في لندن كثيرة وفي أماكن وايد للتسوق بعروض جداً مغرية وجاذبة للسواح هذا إذا تكلمنا عن التسوق أما السياحة والاستمتاع بالأجواء في لندن فتاخذ النص الثاني من الرحلة من مطارن عروض مسرحية ومتاحب وملاعب ورحلات وأماكن كثيرة تخلي لندن فعلاً متفردة ترجمة نانسي قنقر